السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنبدأ نشرح في البيكماستريو. انا بدأ من المحاضرة التانية او تشابتر سبعة اللي هو الهيم علشان امشي مع المحاضرات الفيسيولوجي. المحاضرة الاولين ان شاء الله هتبقى اخر حاجة يعني هي مش مرتبطة اوي باللي تشرح في الفيسيولوجي وعادي تتشرح لوحدها. فاحنا هنخليها في الاخر خالص عادي يعني متلوش. هنبدأ النهاردة نتكلم فين? هنتكلم في الهيموجلوبين اللي اتكلم عنه في الفيسيولوجيو. هنقول هنا محاضرة النهاردة هنقول فيها الحاجات المختلفة او الزيادات في البايكماستري بحيث انك تذاكر المعلومات مرة واحدة وما تبقاش مطلبة تبقى الدنيا سهلة يعني متذاكرش الحاجة مرتين وكل مرة بينهم مثلا كم يوم تكون سيتهلعة. انت بلح زكارة الهيموجلوبين في الفيسيول النهاردة هكلمك عنه برضو من ناحية البايكماستري ونتعمق شوية مثلا في التركيب في وكده بحيث ان احنا نبقى فاهمين اكتر. طيب احنا اتكلمنا المرة الفاتت وقلنا ان الهيموجلوبين ده عبارة عن حاجة اسمها كروم وبروتين تمام كده يعني ايه كروم وبروتين يعني بروتين ليه لون معين لان داخل في تركيبه حاجة اسمها الهيم والهيم ده داخل في تركيبه جوال حديد. هنشوف التفاصيل بتاع التركيب او بتاع الا هذا الزبط متقلقوش. طيب قلنا ان الهيموجلوبين ده بيتكون من جزء بروتين اللي هو الجولوبين وجزء نن بروتين اللي هو الكليا الحديد ده اللي هو اليو بيسموه الكلمة دي يعني ايه Not니FF بروتين الهيم وجلوبين دا واحد من ضمن بروتين بيسمهم compound yani مشتقي يعني مركب مركب يعني بيتكون من بروتين وحاجة تانية معي البروتين هنا اللي هو الجلوبين والحاجة اللي معي اللي هي الهيو. ايه امثلة? فيه امثلة زي كده تقرأها بس عارفها قراءة زي المايجلوبين. الهيموجلوبين والمايجلوبين. المايجلوبين بتاع العضلات. السيتوكروم والسيتوكروم اكسيديز دول بيستخدموا في الموتابليزم بتاع الخلية. معليكش تفاصيله بقوي كل واحد منهم يعني مثلا هتدخل ده في الجليكولوسيز مش عارف فين. كل واحد هتدرسه بس انت عليك هنا شوية امثلة زي الانزيم اسمه كتاليز انزيم اسمه بريكسيديز انزيم تمام كده وتريبتوفان ديوكسيجينيز بس كل اللي عليك انك تعرف اسمعه مش اكتر. طيب احنا اتكلمنا الجزء يعني فيه اجزاء كده هنكون شرحناها في الفيسيو فمش هنقررها اوي هنا يعني كمراجعة سريع بس هنتكلم عن التفاصيل. الفانكشن بتاع الهيموجلوبين ايه يا جماعة انه هو مسؤول عن الترانسبورت بتاع الاكسيجين. طيب علشان دي الاربسيز مثلا بتاعيك. تمام? وهنا البلط حواليها البلازمة يعني الاربسيز مثلا بيكون حواليها البلازمة. طيب. وده كل ده محشور فيين؟ محشور في وسط بلط فيسر تمام كده دلوقتي الاربسيز ديجو فيه جواها جوه هنا كده بيكون موجود جواها الهيموجلوبين. تمام? الهيموجلوبين ده عبارة عن بروتين جلوبيلر بروتين يعني البروتين مدور وملفوف على راعته لو البروتين ده احنا قلنا وظيفته او مسئوليته ان هو ينقل اكسجين وسينيكسيد الكربون وكل ده ينقلهم مثلا من الدم للانسجة برا طيب لو الهيموجلوبين ده شايل عليه اكسجين علشان ينقل الاكسجين لبرا لازم يبقى هو كمان دايب يعني ايه دايب يعني سوليابول يعني ايه برضو سوليابول السيتو بلاسما بتاع الخالية ده عبارة عن ميا ووتر جوه ميا بيسموه انترا سلولار فلويد وبره الخالية فيه اكسترا سلولار فلويد وجوه الخالية فيه انترا سلولار فلويد فالهيموجلوبين لو مش دايب مش هيقدر ينقل الاكسجين منه للخلية للميا بتاع الخلية ولو الاكسجين ما تنقلش للميا بتاع الخلية مش هيقدر يخرج ولو ما قدرش يخرج في الميا بتاع البلازمة مش هيقدر ينقل للميا بتاع الانتراستيشيا الفلويد وبالتالي الاكسجين مش هيقدر يخش للانسجة اللي هي الخلايا اللي موجودة هنا يبقى علشان الاكسوجين يتنقل لازم يبقى دايب وعلشان يبقى دايب لازم الحامل بتاعه والحاجة اللي بتشيله والعربية اللي بتشيله هي كمان تقدر تدور فعلشان كده الهيموجلوبين لازم يبقى السوليابل في الخلية لازم يبقى السوليابل في المية يعني سواء مية الخلية او اي مية تانية فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق الهيموجلوبين وربط فيه بورتين اسم الجلوبين هذا الجلوبين يساعد الهيموجلوبين يقوم بوظيفته كويس هذا الوظيفة ووظيفته الثانية ووظيفته الثانية ويقوم بوظيفته كل الحاجات دي كلها لها لأنه يستطيع يقوم بوظيفته ينقل الوظيفة والكاربون داكسايد هناك وظيفة ثالثة او تركيز الاكسجين فترضي غيرت سوى الوظيفة للطمئة العلبي فلتركيز الاكسجين التركيز اكسجين يعني التركيز الاسجين في الدم التركيز الاكسجين في الغب هذا يسمى البرشي البرشي G عندما يقلة انت ثابة ثابة دا ابنيروماليتي writer يمكنك البرشي العلبي الاكسجين Key الحضورة فنيتي بتاعته طبيعية مناسبة يقدر ياخد الاكسجين ويقدر يسيقه طيب دي كانت مقدمة نخش بقى على الجزء الهم اللي هنتكلم عنه النهاردة اللي هو الايه اللي هو تركيب الهيموغلوبين وانا هرسمه وعايزك ترسمه معي اولا احنا قلنا الهيموغلوبين بيتقسم من الصين جزء اسمه جلوبين وجزء اسمه هيم طيب نتكلم الاول عن الجزء اللي هو اسمه الهيم الهيم دي كلمة هيم يعني ايه هيم دي يعني حديد ومسك معاه شيء بحاجة حديد ومسك معا حاجة اسمها بروتو بورفرين طيب عايزين نعرف تركبهم ايه الحديد والبروتو بورفرين دول عايزين نعرف تركبهم بيبقى عامل ازاي ركز معايا في الرسمة دي كده ايهъ؟ دي الرسمة الي موجودة في كتابbb يا سيدي استعدت الحديد ها هو تمام ده الحديد طيب吗سك في ايه ماسك في حاجة اسمها فين البرفرينين دي بقى بص يا سيدي شاف الرنج دي كده بس انا بر todرك العصاور اللي موجودة في كده بتاعي شاف الرنج دي كده اهه دي بيسموها أي بيرول رنج diyor دي حلقة خمسية بيبقى موجود فيها نايترجين حدي واحد اثنين حدي تلاتةيا اربعة. دمام كده? كل رينج من دول بتبقى ماسكة في الرينج اللي جنبها بربطة اسمها او اهي. دمام كده? يبقى عندنا اربعة كل رينج منهم بدا ما اسمها يبقى فيها نايدروجين وكل من الاربعة عاملين زي حلقة كده زي سايكل متصلين من بعض عن طريق ايه? اه حاجة اسمها متايلين بوند او متايلين بريج لانها عامل زي كبري بتوصلهم كلهم ببعض. يبقى احنا دلوقتي تركيب الهم بتاعنا ايه? عبارة عن اربعة بيروت رينج اهمت اه ومتصل بهم متصلين ببعض عن طريق حاجة اسمها متايلين بريج وجواهم ماسك فيهم الحديد. وبيبقى عندنا حاجات طرفية مركبات او اطراف تانية هي ركز كده مجموعة مثلا ميثايل جروب. ميثايل جروب. ميثايل جروب. ميثايل جروب. تمام كده? وفي حاجة اسمها فينايل جروب اهي. فينايل جروب. وفي مجموعة تانية هو دي مسلا فينايل جروب. وفي مجموعة تانية اسمها بروبرونايل جروب. دي كده. تمام? احنا نرسمه بقى دلوقتي. تعال بينا نرسمه واحدة واحدة. بصوا يا سيدي. هترسم الاول عازك ترسمه عندك في الكتاب. عشانتو بعرفت يعني لما ترسموه. دي بيروت رينجة هي. ودي بيروت رينجة كمان. ودي بيروت رينجة هي كمان. كلها حلقات خماسية. تمام كده? بيبقوا متصلين ببعضهم عن طريق ميثايلين بريتش. نعم؟ وبيبقى فيهم روابط ثنائية. طيب الحديد بيمسك فين؟ الحديد بيبقى موجود هنا كده. الحديد بيبقى موجود في الصورة الثنائية الفرس. وهنعرف ليه فرس مش فرس يعني ليه ثنائي مش ثلاثي. طيب بيعمل ليه الحديد بعد كده؟ بيقوم بعد كده ماسك في البيروت رينج دي. بيمسك في البيروت رينج دي كل رينج منهم يمسك فيها بربطة. هدي ربطة. هدي التانية. هدي التالتة. هدي اربعة. بصوا يا جماعة الحديد اللي هو الفرس الثنائي ده. الثنائي ده يقدر يمسك في ستة حاجات. تمام كده? احنا دلوقتي ركز كده. ده اسم جذيء الهيم. ده الشكل ده كده جزء الهيم. بيبقى ماسك فيه هنا كده شوية مجموعات. اهمة اللي احنا قلنا عليهم. اللي فقده الميسايل وفينايل وببقى هو. بروبرونايل. ميسايل فينايل. ميسايل فينايل. بروبرونايل. بروبرونايل. ميسايل. ممكن تحفظ تحفظ الترتيب تحفظ الترتيب انا دلوقتي هايز اعرف ده جزء الهيم المركب بتاعنا اسمه هيمو اسمه هيمو جلوبين يعني فيه جزء جلوبين المفروض يبقى مكتوب هنا برضه هيمو جلوبين هيمسك في المركب ده ازاي مش انا قلت لك ان الحديد اللي موجود هنا الحديد ده المفروض ان هو بيمسك المفروض ان هو بيمسك في كام حاجة في ست حاجات لانه هو في الحالة الفرس تكافؤه يقدر يمسك في ست حاجات طيب ايه الحاجات اللي موجودة هو هنا مسك باربع روابط يبقى كده فاضله كم ربطة فاضله ربطتين اولا هنقوم جايبين الجلوبين اللي هو البروتين بتاعنا ده هنمسكه في الحديد كده يبقى الحديد اللي هو في الحالة الفرس هيمسك بربطة تانية مع جلوبين وهنعرف بيمسك في انهي جزء في الجلوبين دلوقتي طيب فاضله يمسك ايه في ايه كده بقى المركب بتاعي عبارة عن هيم زائد جلوبين ده الهم جلوبين المفروض يمسك في ايه بعد كده اصلا المركب الهم جلوبين ده معمول كده علشان يمسك في الاكسجين يبقى الاكسجين هيمسك في اين في المكان السادس المتاح اهو كده المراعة الهم جلوبين طيب احنا كده عندنا دلوقتي ايه عندنا هيم وجلوبين واكسجين جزئ والهم جلوبين شايفين اللي احنا ا Laurent anunciي يسمى المنيمر يعني جزء يمجد الهم جلوبين الواحد ده تترى تتراميرك نعلم رأي نرسمها دي ده كده مونيمر الهيموجلوبية يعني ده رقم واحد نجيب واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد اربعة ده على اربعة ضهم كده اسموهم هموجلوبين ملوكيول هموجلوبين ملوكيول تيترا ميلك يعني رباعي بيتكون من اربعة مونيمر اللي فوق رقم واحد ده مونيمر يتحدو باربعة مع بعض كده اسمو ايه هيموجلوبين يعني هم جزئ الهيموجلوبين عبارة عن ايه اربعة اربع جزيئات او اربعة مونيمر كل مونيمر منهم عبارة عن هيم مع بوليبيبطايد تشين هنفترض ان هيم مثلا هيم ماسك ماسك في بوليبيبطايد تشين كل واحدة فيهم كل هيم مع بوليبيبطايد تشين كل هيم اربعة مع بعض اسمهم جزئ الهيمو جلوبيل هيمو جلوبيل بيتكون من اربعة هيم زائد اربعة بوليبيبطايد تشين و العبارة من ي هذا الجيل هيمو جليعون يبقى الجزئ الهمو جلوبيل ي即 Airbnb ده تركيب جزئ الهيمو جلوبيل بالتفصيل فقط في بقى شوية اضافات كده هنقول عليها بسرعة. اهي بص بص تركز معا كده. ده بقى الرسمة اللي موجود عندك في الكتابة اهي. بص يا سيدي. هنا بيقول لك ازاي الحديد اللي هو في الفرس ده بيمسك بيمسك فين في الاكسجين بتاعه. وبيمسك في بيقول لك في حاجة اسمها بروكسما الهستيدين اف تمانية وديستا الهستيدين اي سبعة. الكلام ده انا مش فهم. بص يا سيدي. هوريك الصور دي هتوضح لك الدينة شوية. شايف ده جزئ الهيموجلوبين او ادي بوليبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي قصدي سوري 98% من الهموجلوبين بتاعنا. يعني انت كشخص عندك 98% من الهموجلوبين بتاعك 98%. طيب هيموجلوبين ده عبارة عن الفا الفا. تمام? دلتا. وده بيمثل 2%. تمام كده? وفيه كمان هنا بقى في البي يعني في البي مختلفة شوية عن الفيسيو بيقولك ان الهموجلوبين ده 97% والهموجلوبين اي تو 2% والهموجلوبين اف اللي هو بتاع الفيتس فيه نسبة 1% بتكمل معاك لحد ما تبقى اضغط. الفا الفا جاما جاما جاما. تمام كده? ده تركيز ده تركيب الهموجلوبين اللي هو الطبيعي بتاع جسمينا. انا بقى عزك تركز في حاجة. ركز لي كده في الحروف الموجودة دي. بص هما بيسموا الهموجلوبين ده بيبقى عامل كده يا جماعة. بيبقى جلوبي لار بروتين. فالبولي بيبطادي تشين بتاعته انتوا بعمل كده. انتوا بعمل كده. لفين حوالين بعض. انا هنا بفرد لك الحلزون او اللولب ده. وبعد كده كلهم يلفوا حوالين بعض. شايف انت هنا لفين حوالين بعض. اللفات دي بتاخد ارقام A B C D E F G وهكذا. تمام كده. ما بين كل ليفة والليفة مثلا بيسمو بوكت ما بين كل وللفة والليفة بيسمو بوكت. Additional details greatly F G C D E F T M D E F C. ما بين كل ليفة وللفة بيسمو بوكت. اللي انا عايزك بقى تعرفوه احنا جبنا لفة منهم هنا هي وقبرناها هالك بين خط reaching يعني يعني عبارة عن تعمون من احماض امانية هي. هي متكونا من احماض متحمنية لازق افيها. من احماض امانية لازق فيها. بداية الاحماض متحمل كاربوكسيل جروب دي الكربوكسيل كيند ودي no2n. المتقام كده? اللي انا عايزك تفهمه في الحيتة دي علشان لما اتقبلك في الكتاب ما تطلقباش فيها لان فينزمه بتفهمهاش كواس فتركز فيها كواس جدا. انت عندك من ضمن الاحماض الامنية اللي بتخش في تركيب اللي هي عديد الببتيت دي بيسموها من ضمن الاحماض الامنية اللي بتخش فيها حاجة اسمها الهستدين. الهستدين ده حمضة اميني. حمد اميني ما حمد اميني ما احنا جدنا بولي ببطايدة تشين ايه تمام كده وكبرناها الفا بولي ببطايدة تشين وجدنا ودورنا اللي لاقينا فيها ثنيات بتسمى ايه و بيه وكل الحلزون ده لها تسمية التسمية ما تهمكش والارقام ما تهمكش كل اللي انا عايزك تعرفه من التسمية دي والارقام دي كلها فيه ان فيه فيه لفة كده او حلزون منهم اسمه F F Helix و حلزون تاني اسمه E Helix F Helix و E Helix دول ما بينهم بوكت ما بينهم زي جروف كده الجروف ده اللي احنا بنرسم فيه ده الجروف ده محطوط في جزئ الهيم يبقى جزئ الهيم محطوط في جروف ما بين E Helix ما بين الحلزون اللي اسمه E والحلزون اللي اسمه F بيسموه E 7 و F 8 الحلزون اللي هو F فيه أمينو أسد هستدين والحلزون اللي هو E فيه أمينو أسد هستدين اهو ركز كده ده أمينو أسد هستدين اهو وده أمينو أسد هستدين بس اللي هو موجود عند F8 عند F8 ده بيبقى أقرب للحديد من اللي موجود عند F7 تمام كده ركز معي طب ايه 1087 دي بص يا سيدي مش انت عندك الأحماض الأمينية بتبقى معدودة يعني معدودة يعني بص تعالى من عند النيتروجين دي كده ركز معي بطول واحد اتنين أحماض أمينية بقى الحمض الأميني رقم واحد حمض الأميني رقم اتنين حمض الأميني رقم تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حدوشة اتنشرة طول ما انت ماشي 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 كده لحيات ما توصل هتلاقي الهستدين ده عند الحمض الأميني اهو مكتوب الفة يعني الفة تشين عند الحمض الأميني رقم تمانية وخمسين تمام كده كمل 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 هتلاقي الهستدين التانية دي عند الالفا تشين في الحمض الاميني رقم 87 كلام ده مش عليكم تفاصيل قوي بس هو موجود في الكتاب للأسف علشان تشرحكم لازم اجيب لك الرسمة دي طيب نهول لقرب الحمض الاميني اللي عند الـ position رقم 87 اللي عند الـ position رقم 87 اللي هو عند الحلزون F بيسمو F8 ده اقرب الهستدين ده اسمو حمض امين هستدين حمض الاميني الهستدين ده اقرب بيسموه بروكسيمال هو القريب للحديد من الحمض الاميني اللي هو عند رقم 58 فيرتبط به يبقى الهيم بيمسك في الجلوبين ازاي الهيم بيمسك في الجلوبين ازاي الهيم ده عبارة عن في حديد جوا دي الحديد بتاعه الحديد اللي في ده يقوم ماسك في انهي جزء من الجلوبين يمسك في الهستدين اللي هو عند الـ position رقم 87 اللي هو اسمو F8 كده بيمسك بقى又 جزء من بتاع الحديد مش احنا ان الحديد في الحالة الف passwords بيقدر بيمسك بست حاجات يعني ست التكافزي مسلا التكافego بتاعه يقدر يمسك في ست حاجات كده هيقدر يمسك في ست حاجات مسك في اربعة ومسك في الجلوبين وهيمسك بواحدة فين بالay هي اللي بتمسك في الجلوبين انما الاي سبعة مش بتمسك اهو مش beaten نوت. قطعت تثاشد توسكس في الحديد ليش بتمسك في الحديد. يبقى الحديد بيمسك في الهيم. عن طريق الهيه الاف 3 قصدي. الاف تمانية هيستودين. عاملها لك اهو. اعترض لما نجي نقولها هنا بتبقى با guessedر. ماسك hinge في ايه بالضبط ليس في البروكسيمال هستودين عند اف 1 fantas. دي الرابط. والحديد ماسك في النايترو جين جروب متاعة البروكسيمال هيستدين عند F8 وبعد كده هيجي كده اهو عايزين نعدي الاماكن بتاع الحديد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة بعد كده خمسة وبعد كده او دي خمسة هي وبعد كده ستة في الاكسجين مع الاكسجين دي الست روابط بتاع الحديد يبقى باختصار كده عشان ما اتتوهش مني بص يا سيد احنا عندنا الهيموجلوبين عبارة عن هيم زائد جروبين الهيم ده عبارة عن ستة بيروت رينج متواصلين ببعضهم ده اسمه ايه اسمه بروتو بروتو بورفرين ده عبارة عن بروتية الجروب او حاجة غير بلتونية وبتتكون من كام رينج من اماكن نرسمهم كده اهو من اربع رينج وفي وسطهم في وسطهم الحديد زائد حديد اف ايه في الفرس استيت تمام كده في وسطهم الحديد اهو ده الحديد هنطلعوا براه بعد كده بيتصلوا ببروتين اللي هو اسمه بروتين لايه الجروبين بيتصلوا بين الحديد ده بيقوم رايح بيقوم رايح متصل عند اف تمانية هستدين الهستدين الهستدين اللي موجود في الحلزون رقم اف او الحلزون اللي اسمه اف تمانية عشان ده اقرب له من الهستدين اللي عند الحلزون او اللولب او الهيليكس اللي هو عند ايه سبعة لا احنا بنمسك عند الاف تمانية ده تركيب الهيموجلومين باختصار طيب ليه ما قلناش بقى فرق بص يا سيد لو هو كان فرق لو هو كان سلاسي كان سلاسي يبقى كان هيبقى عنده خمسة بوزيشن بس كان اربع بوزيشن عادي بص بص كان اربع بوزيشن كان اربع بوزيشن ركز في الاسمة دي كده لو كان لو كان لو كان فرق كان اربع بوزيشن ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة اربعة والخامس يمسك في الامينو جروب بتاع الجلوبين وما فيش هيبقى فيه مكان للأكسجين لان كده خلصناهم بقوا خمسة اهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمس فعلشان كده الفرق مش حل علشان كده قلنا المت هيموجلوبينيما المت هيموجلوبين قلناها في الفيسيو ان هو بيبقى فرق ففرك ده هيموجلوبين بس مالوجة لازمة. ليه? هو هيموجلوبين بس بعيد عن كونه هيموجلوبين لانه مش بيمسك في الاكسجين. انا اصلا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الهيموجلوبين عشان يمسك في الاكسجين. لما يبقى الحديد اللي فيه فرك. وارتبط بالخمس اماكن اللي عنده ومش قادر يمسك في الاكسجين. هل كده الهموجلوبين بقي لي لازمة? لا ما بقيش لي لازمة. دي رسمة وهو بيتبين لك ده الإف هيلكس اهو وده الإيهيهيليكس تمام كده، انهو الي مقرب له الإف هيلكس بيمسك في الهستيدين هنا كده و بيمسك في البروكسيما الهيستيدين، إلي هو عند الحزن فيث 8 هذه كانت الحتة الأصعبة و الزيادة عن الفيسولوجي وكن لازم أشرح لكم هنا عشان... رسميات بتاعتها الباقي كله اللي جاي بعد كده سهل باخده واحد واحد فاضل بس الحتة بتاع الهيموجلوبين، الجلوبين على البرط، اللي هو البروتين برط البروتين برود بتاع اللي هو بتاع الهمو جلوبيين. ايه فايدته breath بيحافظ على الهمو جلوبيين في الفيرس التى. يبقى هو اللي بيخل الحديد سنائي. بصوا اسمي الهمو جلوبين ده الحاضن يعني انت ممكن تكتبها كده. الحاضن بتاع جزئ الهمو جلوبين او بتاع الهيم. ازاي? اولا بيحافظ على الهيم انو يخرج برا الجسم. احنا عايزين الهمو جلوبين احنا عندنا الاربيسيز هايزين بلط بتاعنا هو وجوه الاربيسيز جوه هنا كده احنا عايزين الهيمو جلوبين يفضل جوه هنا كده مش عايزينه يخرج فالجلوبين كأنه بيحوتو بص بص شايف شايف ش شكやって عامل ازاي شايف الجلوبين ما حوتو ازاي ده الهمو ده جزي الهم شايف الهيمو كده قصدي الجلوبين بقى البروتين اللي هو لافف ده كله ده بيحوتو بيحافز على ليه علشان يخليه ما يخرجش بره scholars لانه لو خرج بره الاربسيز كده انا مش هستفاد منه ومش يعرف يمسك في اكسجين وهيعمل لي مشاكل كتير الهيم ده هيتكسر لحاجه اسمها بلوروبين هناخدها ان شاء الله في المحاضرات الجاية في البايو هنا وهنعرف ان البلوروبين ده بيعمل مرض الصفرة وبيعمل امراض كتيرة خطيرة على المخ فعلشان كده بيشتغل كحاضن بيحميه الجلوبين بيحمي الهيم تمام كده وبيخليه سوليابول فاكر الحتة بتاع السوليابيلة اللي احنا قلناها في الاول البروتين ده عنده ايوا سوليابول فاكر الهيم جواه بيشتغل قناقل بعم بروتين انهم بيشتغل ككارير وحمل لبعض الحاجات لما تقدر متتش Lil West نفس الفكرة هنا بورده الهيمجلوبين بيشتغل ككارير لمين الهيمجلوبين مش بيدوب مثلا Aha المزيط سوليابل ويشتغل كحامل اللي بيخليه سوليابول لما يبقى سوليابول يساعد في نقل الاكسجين جيد طيب وحنا قلنا ان اي بروتين في الجسم عنده بفرينج اكشن وشرحناه يعني اي بفرينج اكشن يعني بيقدر يعادل الحمد والقعدة تمام كده واصلا فيه في الريسبيراتوري ان شاء الله في مديول الريسبيريشن يعني ايه اصلا بفرينج يعني ايه اسب بيز بالانس العلاقة ما بين الحمد والقعدة ده محاضرة او محاضرتين كمان في الريسبيراتوري كاملية فما تقلقوش منها قوي يعني لو حد الدنيا مش نزبطها كويس تمام كده فاضل الوظيفة الرقم 5 دي بيقولك يعني ايه بص يا سيدي في حاجة اسمها دي برضه في الريسبيريشن او بص ركز معا كده The first يعني اệ انفصال بص عكسها دي كلمة لimana breathe هو الكيرف ده اسم اكشن , profess Catherine بس اختصرا كده بنقوله مش انت عندك طبيعي جدا في جسمك انت لما تجي تتنفس ركز معا كده مش انت لما تجي تتنفس مثلا دي الرئاتين بتوعك همك انت عندك الرئاتين الهوى بيخش لك بعد كده يروح على الحواصلات الهوائية اللي في الدم اللي في الجسم بتاعك والدم بيعد بيحصل تبادل بيحصل تبادل للغازات المفروض ان الغازات تخش هنا كده اللي هو الاكسوجين يخش والسيقطه يضطرد يعني الاكسوجين بيرتبط بمين ايه اللي موجود في الدم اللي الاكسوجين بيمسك عليه جوه الاربسيز الهيموجلوبين يبقى اتحاد الاكسوجين مع الهيموجلوبين ده اسمه association طيب الاكسوجين لما ينفصل عن الهيموجلوبين ده اسمه association يبقى فيه association وفيه association العلماء بقى عملونا كيرف بيوظف لنا او بيوضح لنا ايه العلاقة ما بين الاكسوجين والهيموجلوبين يعني كل ما الاكسوجين ينركزه يزيد كل ما رتبطه هيزداد بالهيموجلوبين ولا العكس ولا ايه اللي يحصل ده بقى اسمه ايه oxygen dissociation curve طيب هل يا دكتور انا عليها دلوقتي تفاصيله او عليها ان انا اعرفه او كلام ده كله لا كل ده برضه في الهيموجلوبين بس الفكرة ان اللي بيخلي بيخلي يعملوا الكيرف ده اللي خلاهم يتأكدوا ان الكيرف ده ماش مزبوط حتة موجود الجلوبين ده خلاه يحافظ على الشكل بتاعه بيسموه sigmoid aberrantz يعني شبه حرف الس كده اهو طيب هل يا دكتور انا تفاصيله دلوقتي لا ده محاضرة كاملة ويعتبر من اهم الاسئلة ومن اهم المحاضرات بس فريس باريشة ما عليكش عليه ايه تفاصيل خالص دلوقتي طمام كده فما تشغلش بالك بكل اتا تعرفه ان الجلوبين بيساعد ان الاكسجين دوسيجين الكيرف يظهر لك بالشكل ده اللي هو سيجمويد ده كلمة سيجمويد يعني مستعرض كده وان شاء الله بإذن الله تغضب التفصيل وفيه حتة احنا اتكلمنا عليها بتاع الكوفيد مثلا الناس لما يروح يقسوا تركيز الاكسجين عندهم في الجذب هنا برضو نفس الفكرة هنا كده الكيرف ده يسعنك فيها ما عليكش تفاصيل اول يا جماعة محدش يشغل باله بيد الوقتي والله محاضرة كاملة او اكتر كمان في الاسباريشة موسيقى اشتركوا في القناة